السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثاني عشر المصارين العلمي والتكنولوجي وهو الدرس الرابع من الوحدة الخامسة بعنوان الحجوم الدورانية الجزء الرابع سوف نتعلم في هذا الفيديو إيجاد الحجوم الاستوانية والمخروطية لإيجاد الحجوم الاستوانية والمخروطية نحتاج إلى قواعد هندسية ويمكننا إيجاد هذه القواعد من خلال تكامل المحدود المستعمل في إيجاد الحجوم الدورانية في حالة الحجوم الاستوانية طول نصف قطر الشريحة الدائرية ثابت يساوي R وبالتالي الحجم هو V equals تكامل محدود من 0H لby multiply R squared dx وناتج جهاز التكامل يكون باي R squared multiply H وهي قاعدة إيجاد حجم الاستوانية التي نعرفها جميعا لذا فإن حجم استوانة طول نصف قطر قاعدتها R وارتفاعها H يساوي تكامل محدود من 0H لby R squared dx أما في حالة الحجوم المخروطية فهي كذلك من تطبيقات التكامل المحدود في إيجاد الحجوم الدورانية كما في هذا التمثيل البياني لY equals R over H X حيث أن F of X تمثل طول نصف قطر هذا المقطع الدوراني المحدد من 0 إلى H وهي فترة التكامل بدورانها دورة كاملة حول محور X وتذكر أيضا أنه إذا كانت R هي المنطقة بين منحنة دالة F والمحور X حيث F of X greater than or equal 0 من X equal A إلى X equals B فإن الحجم الدوراني الناتج عن دوران هذه المنطقة حول المحور X هو V equals تكامل محدود من A إلى B لby multiply F of X squared dx والآن مع مثال رقم 4 صفحة رقم 90 أوجد حجم المخروط القائم الذي يطول قاعدته R وارتفاعه H تمهيد للحل يبين الشكل المقابل المخروط المطلوب وهو يمكن أن يرى على أنه نتاج دوران الخط المستقيم Y equals R over HX من X equals 0 إلى X equals H حول محور X دورة كاملة لينتج لنا المخروط الظاهر أمامك والآن مع الحل الخطوة الأولى تقع المنطقة تحت الخط الذي يمر بالنقطتين 0 و0 وH وR والذي معادلته هي Y equals MX حيث M هي ميل الخط المستقيم وذكرك عزيز الطالب بمعادلة المستقيم المار بنقطتين X1 وY1 وX2 وY2 وهي Y equals MX بلس B حيث M هي ميل الخط المستقيم ويساوي Y2-Y1 على X2-X1 وB هي المقطع Y المستقيم والميل هنا يساوي R-0 على H-0 أي R over H إذن معادلة المستقيم هي Y equals R over H وهي M multiply X طبعا B هنا equals 0 وبعد حساب معادلة المستقيم Y equals R over H ننتقل إلى حساب الحجم الدوراني الناتج عن دوران المساحة المحددة بهذا المستقيم وحدود التكامل من X equals 0 إلى X equals H حول X دورة كاملة وهي الخطوة الثانية باستعمال باستعمال قاعدة الحجم الدوراني V equals تكامل محدود من 0 إلى H من 0 إلى H لبي ملتبلاي R over H X squared dx وبفك التربيع نحصل على الحجم الدوراني V equals تكامل محدود من 0 إلى H لبي ملتبلاي R squared over H squared ملتبلاي X squared dx وبإجراء التكامل المحدود يكون V equals باي ملتبلاي R squared over 3H squared ملتبلاي X cubed على حدود التكامل من 0 إلى H وبالتعويض بحدود التكامل في ناتج التكامل المحدود نحصل على V equals 1 over 3 باي R squared H واحدة مكعبة وهي القاعدة المعروفة لإيجاد حجم المخروط والآن عزيز الطالب جاء دورك لتطبق ما فهمته في حل حاول أن تحل تمرين رقم 22 صفحة رقم 92 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران نصف الدائرة الممثل بالدالة F equals square root of 1 minus X squared حاول المحور X و Y equals 0 عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك أولاً تمهيد للحل في هذا التمرين التمثيل البياني للدالة المعرفة بالصيغة Y equals square root of 1 minus X squared هو نصف دائرة طول نصف قطرها واحد وحدة ومركزها نقطة الأصل 0 و 0 ودورانها ودورانها ينتج كرة طول نصف قطرها وحدة واحدة ولنتذكر معاً معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها وحدة واحدة هي Y squared plus X squared equals 1 squared ومنها نحصل على الصيغة المعطاة في هذا السؤال Y equals square root of 1 squared minus X squared والتمثيل البياني لهذه الدالة يوضح لنا المساحة المقلقة المراض حساب الحجم الدوراني الناتج عن دورانها دورة كاملة حول محور X والآن مع الحل الخطوة الأولى إيجاد حدود التكامل بإيجاد نقاط التقاطع مع محور X ضع square root of 1 minus X squared equals 0 وبتربيع الطرفين نحصل على 1 minus X squared equals 0 وبالتحليل 1 plus X multiply 1 minus X equals 0 نحصل على نقاط التقاطع وهي X equals 1 و X equals negative 1 وبما أن المنطقة المطلوب دورانها تقع بين X equals negative 1 و X equals 1 فإن حدود التكامل تصبح A equals negative 1 و B equals 1 إذن الخطوة الأولى وكان الهدف منها الحصول على حدود التكامل والآن ننتقل إلى الخطوة الثانية باستعمال قاعدة الحجم الدوراني V equals تكامل محدود من negative 1 ل1 لباي multiply F of X squared DX وبالتعويض عن F of X بSquare Root of 1 minus X squared نحصل على حجم هذه كرة وهو تكامل محدود من negative 1 ل1 لباي multiply square root of 1 minus X squared all to the power of 2 DX ما الخطوة التالية؟ ممتاز أسمعك نعم نفك التربيع أولا إذن نحصل على التكامل المحدود من negative 1 ل1 لباي multiply 1 minus X squared DX ثم تمام نجري عملية التكامل لنحصل على by multiply X minus X cubed over 3 على حدود التكامل من negative 1 إلى 1 وبالتعويض بحدود التكامل في ناتج التكامل المحدود كما يظهر أمامك 1 و negative 1 نحصل على الحجم V equals by multiply 1 minus 1 cubed over 3 minus negative 1 minus negative 1 cubed over 3 وبإجراء العمليات الحسابية والتبسيط يكون حجم هذه القرة والتي طول نصف قطرها وحدة واحدة 4 over 3 by وحدة مكعبة والآن عزيز الطالب مع حاول أن تحل تمرين رقم 23 صفحة رقم 92 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران نصف الدائرة الممثل بالدلة f of x equals square root of 36 minus x squared حاول المحور x و y equals 0 عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك والآن مع تمهيد للحل في هذا التمرين التمثيل الباني للدلة المعرفة بالصيغة f of x equals square root of 36 minus x squared هو نصف دائرة طول نصف قطرها 6 وحدات ومركزها نقطة الأصل ودورانها ينتج كرة طول نصف قطرها 6 وتذكر معي عزيز الطالب معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 6 هي y squared plus x squared equal 6 squared ومنها نحصل على صيغة الدلة المعطاة في السؤال وهي y equals square root of 6 squared minus x squared إذن دوران نصف الدائرة التي أمامك والتي نصف قطرها 6 ومركزها نقطة الأصل ينتج الكرة المطلوب حساب حجمها وطبعا كما تعلمنا الحل ينقسم إلى جزئي الجزء الأول وهو إيجاد حدود التكامل بإيجاد نقاط التقاطع مع محور x لذا نضع square root of 36 minus x squared equal 0 وبتربيع الطرفين يكون 36 minus x squared equal 0 وبالتحليل 6 plus x multiply 6 minus x equal 0 أي x equal 6 أو x equals negative 6 وبما أن المنطقة المطلوب دورانها تقع بين x equals negative 6 و x equals 6 فإن حدود التكامل تصبح a equals negative 6 و b equals 6 أما الخطوة الثانية من الحل وهي استخدام قاعدة الحجم الدوراني v equals تكامل محدود من negative 6 إلى 6 لباي multiply f x squared dx وبالتعويض عن f x ب square root of 36 minus x squared نحصل على حجم هذا المجسم الذي أمامك وهو v equals تكامل محدود من negative 6 إلى 6 لباي multiply square root of 36 minus x squared alt to bar of 2 dx وبفك التربيع أولا نحصل على تكامل محدود من negative 6 إلى 6 لباي multiply 36 minus x squared dx وبإجراء عملية التكامل المحدود يكون الحجم باي multiply 36 x minus x cubed over 3 على حدود التكامل من negative 6 إلى 6 وبالتعويض بحدود التكامل في ناتج التكامل المحدود كما يظهر أمامك يكون الحجم V equals by multiply 36 multiply 6 minus 6 cubed over 3 minus 36 multiply negative 6 minus negative 6 cubed over 3 وبإجراء العمليات الحسابية والتبسيط نحصل على حجم هذه الكرة والتي نصف كترها 6 ومركزها نقطة الأصل وهو 288 by وحدة مكعبة ننتقل الآن عزيز الطالب إلى حاول أن تحل تمرير رقم 24 صفحة 92 بالكتاب المدرسي أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران نصف الدائرة الممثل بالدلة f of x equals square root of r squared minus x squared حاول المحور x و y equals 0 عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك والآن مع تمهيد للحل في هذا التمرين التمثيل البياني للدلة المعرفة بالصيغة y equals square root of r squared minus x squared هو نصف دائرة طول نصف قطرها r ومركزها نقطة الأصل 0 ودورانها ينتج كرة طول نصف قطرها r وتذكر معي عزيز الطالب معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها r هي y squared plus x squared equals r squared ومنها نحصل على الصيغة المعطاة في التمرين وهي y equals square root of r squared minus x squared إذن الحجم الدوراني المطلوب هو نتاج دوران المساحة الظاهرة أمامك والمحددة بالدالة y equals square root of r squared minus x squared دورة كاملة حول محور x وبالتأكيد أصبحت تعرف عزيز الطالب أن الحل يحتوي على جزئي الجزئي الأول أو الخطوة الأولى وهي إيجاد حدود التكامل في إيجاد نقاط التقاطع مع محور x لذا ضع square root of r squared minus x squared equals 0 وبالتربية الطرفين والتحليل نحصل على r plus x multiply r minus x equals 0 ومنها إما x equals r أو x equals negative r وبما أن المنطقة المطلوب دورانها تقع بين x equals negative r وx equals r إذن حدود التكامل تصبح a equals negative r وb equals r وبما أننا حددنا حدود التكامل ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي إيجاد الحجم الدوراني باستخدام قاعدة الحجم الدوراني وهي v equals تكامل محدود من negative r ل by multiply f of x squared dx وبالتعويد عن f of x ب square root of r squared minus x squared نحصل على v equals تكامل محدود من negative r ل r multiply by multiply square root of r squared minus x squared all to the power of 2 dx نفك التربيع أولاً لنحصل على تكامل محدود من negative r to r by multiply r squared minus x squared dx وبتنفيذ التكامل المحدود نحصل على by multiply r squared x minus x cubed over 3 على حدود التكامل من negative r to r وبالتعويض بحدود التكامل في ناتج التكامل المحدود نحصل على v v equals by multiply r squared multiply r minus r cubed over 3 minus r squared multiply negative r minus negative r cubed over 3 وبإجراء العملية الحسابية والتبسيط نحصل على حجم الكرة وهو 4 over 3 by r cube وهي القاعدة المعروفة لحساب حجم الكرة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم قال استمنعتنا لكم بمزيد من التفوق ودمتم سالمين